موسيقى في السابعة والنصف من صباح يوم الأحد يستعد والداء محيذ الأربع سنوات لأهم رحلة في عمره القصير هاي محيذين فهو طفل نشط ومبتهج ومحبوب من والديه أبو عرب وأم عرب الكوازبية ولكن محيي الصغير يعاني من مشكلتين صحيتين خطيرتين فقد ولد بعيب في القلب يحد من وصول الأكسجين للدم وعائلته تعيش في الضفة الغربية حيث أثر الفقر وعقود من النزاع مع إسرائيل على كل مظاهر الحياة بما في ذلك الرعاية الصحية فالمستشفيات تفتقر للمعدات والمتخصصين لعلاج مثل هذه الحالات في صباح هذا الأحد سوف تذهب عائلة الكوازبية للمشاركة في مثال نادر من أمثلة التعاون الفلسطيني الإسرائيلي طبيب الأطفال الفلسطيني الذي يتعاملون معه أوصلهم ببرنامج إسرائيلي يجري جراحات قلب للأطفال الفلسطينيين برنامج أنقذ قلب طفل يقع على أطراف تل أبيب في مستشفى ويلفسان الشهيرة ساعدت المجموعة الأسرة في الحصول على تصريح لدخول إسرائيل ولكن في مركز أمني خارج مدخل المستشفى طلب من أبي عرب أن يخرج من السيارة سمح للأسرة أن تعبر بعد عشر دقائق وأبو عرب يحيي موظف الاستقبال باللغة العبرية الدكتور ليور ساسون الإسرائيلي هو مدير وكبير جراحي برنامج أنقذ قلب طفل في هذا اليوم العصيب الأسرة متفائلة بشأن الأطباء الإسرائيلي لابنها أنا أعرف أننا عندهم إنسانية وعندهم كادر طبي فهمان بلغة عربية فيها لكنه يبدل الدكتور ساغي آسا قصار جهده لتفسير حالة محي ويرسم تخطيطا للتوضيح هذا الكلب العادي في الترف الشمال والترف الشمين الدكتور آسا إسرائيلي الجنسية مثل معظم طاقم العمل ومؤخرا بدأت المجموعة تعيين أطباء وممرضين فلسطينيين يوجد رضيعان فلسطينيين آخران في جناح القلب وكلاهما من غزة وزاد مرض الطفلين من هول ما رأياه في هذه السنة فوفقا لإحصاءات الأمم المتحدة قتل 2200 فلسطيني 500 منهم من الأطفال وقتل أكثر من 70 إسرائيلي وفقد نصف مليون فلسطيني منازلهم ريتشارد رايد هو مدير وكالة الأنروا التي تقدم خدمات منها تشغيل عيادات صحية للفلسطينيين والداء محي ينتظران بفارغ الصبر خارج غرفة العمليات ينقل الفريق الطبي المريض بعد العملية وأبو عرب متلهف لرؤية ابنه يجري مسرعا إلى سرير محي في نهاية الردها يطلع طبيب القلب عائلة محي على الفحوص يقول قلب محي قوي وزين أخباره السارة بالعبارة العربية إن شاء الله إن شاء الله بك ربما تكون لفتة صغيرة من الإحترام ولكنها تذكرنا أن الأطفال المرضى ليسوا وحدهم من تعالج قلوبهم في مستشفى وولفسون أنتجت هذا التقرير للأمم المتحدة جولي كوهن ترجمة نانسي قنقر